طلاب نستمر بالمحاضرات التكامل غير محدد وناخر مثال 18 اللي هو صفحة 15 بالملزمة صفحة 119 بالكتاب اللي يقول جد قيمة التكامل منطقة التكامل بابا تكامل دي اكس على تحت الجذر التكعيبي تسعة ناقص اتناعش اكس زائد اربعة اكس تربيع تبع علي بابا عندنا هنا التكامل التكامل هذا موجود عندي شا سويلا بابا اساسا هو هذا التكامل هو عبارة عن مفكوك مربع بابا يعني اقدر احول لك هذا اللي تحت الجذر احول لك ياهو اساسا كان يعني داخل قوس يعني شنو هو التسعة شنو اساسا شنو اصلها هي اصلها ثلاثة الاربعة اكس تربيع اصلها اثنين اكس تربيع اثنين اكس العفو اربعة اثنين والأكس تربيع أكس واضح؟ كلها مرفوع للقوس المربع الشيء يقدر سوابه هذا القوس إذا فتحته بمربع حدانيا يطلع لنفس هذه القيمة إذن هذا المربع هو أساسا أفتح أقدر أطلع هذه القيمة إذن رجعته إلى أصله هسا هاي الخطوة الأوداء هسا شيء سوابه الجذر أحاوله بصيغة الكسر شونا نحن نتعلم أنا علمتكم هواي أمثلة وهواي أسئلة أخذنا عليها هذا الجذر شنو أساسي هاي يمثل المقام قيمة الجذر يتمثل المقام والأس ما القيمة شيمثل هذا البصد يعني أقدر أكتبه يقول تكامل دي أكس على ثلاثة ناقص اثنين أكس أس اثنين على ثلاثة شو بابا الأس وان صار صار بالبصد وقيمة الجذر صارت بالمقام هاي تعلمناها بابا وانطيتك عليها ملاحظات كثيرة جدا هسا شا سوي بابا حتى أكامل شا سوي أرفع هاي الدالة هنا هاي القيمة أرفعها بالبصد حتى أكاملها في الإسماع لها بمكان ما ثلاثة يصير ناقص ثلاثة واضح هسا نجي هنا بالمسودة قلت لك بابا أنت لما تكون دالة مرفوعة إلى أس لازم عندك مشتقة داخل القوس ماتها موجودة خلنا عارف شنو مشتقة داخل القوس مالتها نجي هنا ابني بالمسودة نجي ناخذ هذا القوس ثلاثة ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة ثلاثة لما نجي أشتقها مشتقة ثلاثة صفر مشتقة مشتقة ناقص ثلاثة ثلاثة هي ناقص ثلاثة والأكس هذا أست أست واحد سير واحد ناقص واحد إذن يلغي قلت لك كل متغير أست واحد يعني يروح بالاشتقاء يظل فقط الثابت داخل القوس غير موجودة فلهذا أنا شفطر تذكر بالمثال الرقم الخمس ١٥ اللي قلت لك نضرب عشرة على عشرة هسه في هاي الحال شنحتاج نضرب في مشتقة داخل القوس اللي هي ناقص ثلاثة إذن نضرب في ناقص ثلاثة على ثلاثة ناقص ثلاثة على ثلاثة فش راح يصير عندي بابا راح يصير عندي هسه راح صير عندي مشتقة داخل القوس هنا موجودة ناقص ثنين والناقص واحد ناقص واحد على ثنين انذبها برا التكامل انذبها ابني انذبها برا التكامل مثل ما تلاحظ هسه عندك ناقص واحد على ثنين طلع برا التكامل فش راح نسوي هسه ابني هسه صار عندي مشتقة داخل القوس معلومة أقدر أكامل بكل بساطة إذن شرع راح أكاملها بابا أقول أول شي هذا مشتقد القوس بعد تهمل يعني بمجرد طلعت خلاص قلت لك بعد ما نستفاد من عدة والتكامل هاي رمز التكامل يروح إذن هس أبدي أكامل أقول 3 ناقص 2x 3 ناقص 2x 3 قلت لك لما 3x على شكل كسر شا سوي له يا أمه طبعا زائدا واحد هنا يا أمه واحد مقامات أو اتبع الطريقة مالتنا اللي هو البست زائد المقام على المقام يعني ناقص 2 زائد 3 على 3 شرح يصر عندي ناقص 2 زائد 3 إشارة الكبير نخلي ونطرح إشارة الكبير هنا 3 إشارة ناقص 2 و1 إذن 1 على 3 شوف طلعت الواحد على 3 يعني 1 على 3 هنا يا أو إذا وحدت مقامات إذا وحدت مقامات راح يطلع لي نفس القيمة هم واحد على 3 شوف بابا هناك هناك مزايدة واحد وواحد مقامات هذا كان مقامة واحد أخلي المقام المشترك 3 على 3 راح يصير بيها واحد ثلاثة في واحد ثلاثة هناك بيها واحد واحد في ناقص 2 ناقص 2 ثلاثة شارة الكبير وتطرح يصير واحد على 3 شوف وحدة مقامات تطلعت نفس النتيجة اللي هي القانون العلمتلك عليها اللي هي البسط زايد المقام على المقام واضح؟ إذن إيش قد طلع عندي إيش قد طلع عندي بابا طبعا زايدا لا تنسبني زايدا س زايدا س ذا ثابت التكامل حسابويا هناك لاحظ لي لاحظ لي هناك طلعت عندي ناقص ناقص 1 على 2 في 3 ناقص 2 و1 على 3 على 1 على 3 زايدا س واضح؟ هسه شي سبب بابا هذا خط الكسر يقلب إلى ضرب وناخذ مقلوب هذا العدد راح أصير ناقص 1 على 2 في 3 على 1 أخذت مقلوبه وهناي عندي رجعت إلى أصله 1 على 3 بمعنى هو تحت الجذر التكعيب ليش؟ لأن المقام نفس القيمة الجذر إذن راح أصير تحت الجذر التكعيب 3 ناقص 2 أكس هسه أضرب هذا 3 فيه ناقص 1 ناقص 3 1 فيه 2 2 تحت الجذر التكعيب 3 ناقص 2 أكس زايدا س هو تكامل أدع الله